تنظم إلينا حنان عيسى مراسلة الغد من ساحة رياض الصلح وسط بيروت حنان إذن ما هي آخر الأجواء لديك أو تفاصيل ما يحدث الآن لديك نعم بالفعل يعني الاعتصام أو الإضراب العام الذي دعا إليه يعني دعا إليه الشباب المتظاهرون يوم أمس تحقق اليوم هناك العديد من الطرق المقطوعة والتي ما زالت مقطوعة حتى اليوم وهناك أيضا نقاط تستمر بقطع طرقات رئيسية منذ بداية هذه المظاهرات ربما أحوال الطقس اليوم لم تصعف بنزول الكثير من المتظاهرين إلى الساحات كما نرى هنا في ساحة رياض الصلح ما زالت أعداد المتظاهرين خجولة لكن في جولة كنت قمت بها قبل توجهي إلى ساحة رياض الصلح لاحظت أن هناك بعض الطرقات ما زال مقفلا بالتحديد جسر الرينغ وهو الجسر الحيوي الذي يعني يربط موجود في قلب بيروت هناك بعض الطرقات أيضا ما زالت مقطوعة مثل أوتوسترات جلي ديب وهو هذا الطريق أيضا الرئيسي الذي يربط بيروت بطريق الشمال ما زال مقطوعا بعض المناطق تم فتح الطرقات فيها خاصة في منطقة الجنوب صيدة مفتوحة أيضا في جنوب دوارك فرمان وهو الطريق الذي كان يقطعه المتظاهرون فتح اليوم طريق خلدي أيضا فتحت هناك الكثير من الطرقات التي فتحت اليوم لكن الشباب المتظاهرون هنا يقولون بأن الهدف ليس قطع كل الطرقات في لبنان أما إنما الهدف هو شل الحركة في كل المناطق اللبنانية وبالطبع هذا ما حدث اليوم شكرا جزيلا لك مساحت رياضي الصلح وسط بيروت مراسلة الغد حنان عيسى